هاي, أولا أريد فيا بروفيسيوناليزم كمين علي أهلا ومرحبت بكم في بودكاست في حلقة جديدة ببودكاست هشتاك وعندكم اليوم حناظر بالدرجة اليوم حيكون بودكاست بالدرجة هم فترت صنداج في انستغرام قلتلكم زعم الدرجة والعربية فصحة سيكونت سيكونت نعم نتونيش بزاف ومن هو أعطيت لروحي حق الفيت اليوم نديرو بالدرجة سيكون بخير يعني يفوق بوصيب نكملها باللغة العربية الفصحة بش يفهموني بزاف تعالناس ويكونوا الأفكار تانية تمسك كمين الله الله عليهم المهم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله صحة تكونوا بخير وإن شاء الله الناس اللي تحبوهم يكونوا بخير وعلى خير كما كم تشوفوا في الوتيتخ اليوم احنا هضروع على احترام النفس على احترام النفس وحب النفس احنا دايماً نهضروع نحترمو الناس نحبو الناس كش خطر حبستوها كدو وخممتو مع روحكم ماذا عن أنفسنا ماذا عن نفسي سيقصيت روحك ديجا أسكن تحترم روحك ايناف ولا تحب روحك ايناف سيقصيت روحك أسكن تحترم نفسك كإنسان أسكن تحترم وتحب نفسك كإنسان ديجا ديجا قبل ما بدأ كيفاش نحترمو نفسنا وكيفاش نحبو نفسنا وقبل قبل قهات السؤال علاش لماذا يجبو أن نحترمو أنفسنا أريجو شنو هدلا كيسيون هدية أريجو بتمركيهاش بزاف لماذا نحترمو أنفسنا بركيمة بسخير بو بينابلي لازم نحترمو أنفسنا ولكن داليا لكتسمع كون لي جملة مفيدة بسيطة تبيني فيها لماذا أنت كإنسان لازم تحب نفسك ولازم تحترم نفسك وعلى بلكم ديكيسيون دي وعلاش نحب نسخصيها بساف لذا Eat You Have Why تتعرفوا ماذا تحترم نفسك كما أي حاج في هذا الدنيا نردا تعرفو لماذا تيدير في هذا المال تلقى طريقة كيف تلحق تلقى طريقة كيف تحترم نفسك تلقى طرق كيف تحترم نفسك وكما أي حاج في الدنيا كيما Abu تتلقى ولماذا تدير فيها تلقى طريقة لك تلحق اللي LIFE وين الجحب الم kabul سيصل circulمة و راح تلقى بسفة تبالع تروحك وتخو ماندي و تقعد تتفنين باشك لبقى ديالك ذو واي مشي بزاف قوي المهم المهم راح نديرو انبتي جو تاني دفات البودكاست راح نعطيكم عشرة نيقاط اوكي قبل صبرو اريد جس قميلي جيدي في راسك بو هاد البودكاست ما في هني سكريب نيوال و راح نديرا ورقا في ها في ها النيقاط الكبر ها 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 بالرأسي جنبروفيز البو هم راح نسقسيكم في رأيكم لو كان نقول لكم ما عطوني على عشرة شحال تحبو و شحال تحترمو روحكم شحال تحب روحك على خمسة و شحال تحترمو على روحك على خمسة لاصن ديالهم تعطينا شحال نحترمو و نحبو روحنا على عشرة واو لي مات زعمة اذا نقول نحترمو روحي 4 ونص على خمسة و نقول باللي نحب روحي زوجو نص على خمسة اوكي دونك في الاخر نقول لكم باللي نحب روحي و نحترمو روحي كيف كيف يعني أنا ديت 7 على 10 صعبة و في هاد البودكاست نعطيكم 5 نيقاط في احترم النفس و نعطيكم 5 نيقاط في حب النفس و شوفوش حديته مع الاخر اوكي نخلي لكم هادك و نجاوبو في البودكاست حالا قبل ما نبدأو بسؤال لاذا لازم نحترمو روحي و نحب روحي واي 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 كي نحب المقولة نحبها بساف 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 لعلي ابن أبي طالب و وش يقول فيها يقول فيها وتحسب أنك جرم صغير و فيك نطوى العالم الأكبر وتحسب أنك جرم صغير و فيك نطوى العالم الأكبر او لا 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 جرم هو كوكب صغير يعني يقول للإنسان أنه رغم حجمك بالنسبة للكون والأفلاك يعني صغير و بالنسبة لك والعالم فأنت الشيء مهم لو كان انت يا إيماجين تالي الاجتمافية لو كان مكاش كفاء الدنيا لو كان السيناريو و انت على الدنيا دا قارما مبدل وي وي لو كان داو السيناريو قارما مبدل بس كنت تأطر على حاجة و ديك الحاجة يتأطر على حاجة و تخرى إلى آخره لذلك كيفش ما تحترم شروحك لذلك stop acting so small stop acting so small thank you أنا مهم الجسؤ الثاني الانسان هادا حاجة كبيرة بساف بساف ماشي مجرد حاجة كائن حي يعيش و خلاص باشي يعيش و نعيش و نعيش و نعيش و نريد و يجيب النهار نو ماشي هادالحالة بزاف بسيطة ارانا فهاد الارض فهاد الدنيا لي سببين ما بوين غيزون ارانا فهاد الدنيا لي سببين ما والانسان هادا مهابل قولوا لي وش من غيزك بو اربي قالنا في صورة الاحساب ان عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا ان يحملناها و اشفقنا منها و حملها الانسان احنا انا شوازي انو نحمل هاد الامانة امانة للجبال والسماوات ما حبتش تحملها كيفاش ما تحترم شروحك ابخيسة كيفاش ما تحترم شروحك كإنسان على وشنو هي الامانة كان تفسيرات يقولوا الامانة هي التكاليف الشرعية اللي ربي قالنا ديروها ما يقول لك لا لا في تفسيرات وحد اخرى ماشي هادي بس كل الامانة عارضت على الانسان الانسان وخلاص الانسان نقطة الانسان مؤمن مشرك الاغ في تفسيرات وحد اخرى يقول لك الامانة هي انو ربي يسلمك ادارة نفسك يعني رك حر لك القرار ولك الحرية ان شاء العبد وان يؤمن وان شاء ان يكفر ديرو وش تحب بون هاد الامانة قلنا حتى الجبال السماء والأرض ما حبتش نحملها يا ناس حصلنا روحنا احنا حبينا نكونو خير من الملائكة ونبخيل وغيس وش تحبو احنا حبينا على غوشنو لازم ناخدو لغسبنسابيليتي ديالنا لديسيزيون نخديناها لازم ناخدو لغسبنسابيليتي ديالها اوكي ابخيتو ساعة سكين مازالك تحوص على سبا انك تحترم نفسك وديجا قلت في البدياء علش ربي خلقنا بون الهدف الاسماء انو انو نحنا نعبدو ربي سبحانه بكل وسائل و بكل طرق اننا نعبدو ربي على الغباد ما عرفنا وعلش لازم نحترم نفسنا كإنسان يعني هذا يقعد البودكاستر أي الخاص ويقعد كيفاش ننشوف الحالة كيفاش اوكي ماذا بكم يعني تبارضجوا معايا انتوما وواش تخمو في هاد النقطة وعلش انت كإنسان تحترم مروحك لازم تكون عندك سبا هكذا ديرها في جملة بسيطة صغيرة جميلة دوق وشنو هو الاحترام بالنسبة لك انت كإنسان وشنو هو الاحترام كي نقول لك تحترم نفسك وشنو الحاجة رجيك في راسك ما هو الاحترام بالنسبة لك وشنو هو الاحترام بالنسبة لك يا انسان وشنو هو انت تحبر وحك يا انسان دوق لازم لك تعرف صغير في راسك عن الاحترام ولازم لك تعرف صغير ور على الحب دوق ولا فعلو بو هادا كامل استخبار مازل ما بديناش قبل ما نعطيكم رادي في نيسون تيالي تا احترام النسبة قبل ما نعطيكم تعرف تيالي على احترام النفس بالنسبة لي نعطيكم أهمية لديفينيسيون بين التعريفات بغفة نكونوا نحضروا 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 نطولوا سواء نحضروا بارك بس كعنوان دعم وضع ما بالنسبة لي وبالنسبة لي مختلف ولكن المحتوى نفسه قد ننظروا في نفس الأفكار لو كان من البداية يعطينا تعريف هذه الحاجة لو كان هناك فيدينا بثافة فعيز حين تخلطون دي حال الاشيحة لما تحضروا على أي شيء قولوا للناس لكم تحضروا معهم أعطوني تعريف هذه الحاجة حسنا؟ تعريفات تعريفات ويف تعريفات يمكن أن يقول لك أن أحبك تقول لك أني تعريفتها الحب وشنو الحب بالنسبة لي آه بالله هذا سيكون مرحبا ويكون مرحبا المهم تعريف الاحترام من نفسها بالنسبة لي هو كيف نرى صورتي أنا كإنسان بالنسبة للنفسي بالنسبة لكي نرى روحي في المرأة أسكن نرى إنسانا لا سملاح نرى إنسانا أونت صديقا صديقا ولا إنسانا أشاشا وكدابا ودفا إلى آخره كيف نرى روحي أنا متجردة من كل شيء متجردة من كل الماليات يعني حقيقتي أنا واش نخمم في روحي على روحي أنا كي نكون وحدي شكون أنا لأنه هذك هي أنا أنت الصح كم استعملت من أنا في هذه اللملة وهل أحترم هذا الشخص اللي يعرفو غير أنا شتو هذك الإنسان ما يعرفو حتى واحد غير أنتم كي تكونوا وحدكم هذك هو أنتم أنت الصح هناك المومون كي تقعدوا مع روحكم تفكروا في روحكم ما راكم لبسين حتى ماسك ما راكم حاطين حتى ماسك ومن لبسوه لماسك حسنا تسقصي روحك هل أنت تقدر وتحترم نفسك في هذه اللحظة في هذه الدقيقة كي تكون تسقصي في روحك هل أنت تحترم نفسك حتجاوب على واحد السؤال المهم اللي هو مني أن أنا كتجيب في قيمتك أنت كإنسان لأنه الاحترام ما هو إلا الشعار بالقيمة أسجوز نعطيكم أسجوز في هذا الموضوع إذا صار بتعليك أنت تعرف كيف هو الإحترام من نسبة لك وتعرف كيف شمعك أسجوز في روحك وللللللو ما راكم حسنا لأنك تستمد في قيمتك سقصي روحك السؤال بالمقلوب ما هو عدم الاحترام يسامك شمع بزيف الفعيس ما هو الاحترام؟ ما هو الاحترام؟ ما هو الاحترام؟ ما هو الحوايج اللي تشتها انت في انسان وحد آخر؟ فأنت اللي تحترمه؟ من هداك الجواب؟ تسي يتلقى وتسي يتفكك نفسك تسي يتفكك ذاتك وفي كل مرة تقصي وعلاش 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 حتى وين تلحق الجواب ترصى ولا سقصي اروحك سؤال بتاع شكون هو الانسان اللي انا نحترمه لأكتر؟ كم عندنا انسان نحترموه؟ انت في راسك شكون هو الانسان اللي تحترموه؟ لأكتر كامل؟ لأكتر كامل؟ وعلاش واي؟ كي الناس يعني ما نتفكوش معهم ما نتفكو معهم في حتة عجل وقدروا تقولو ولكن نحترموهم يعني قادر الانسان انه ما يحبش انسان آخر ولكن يحترموه وعلاش يحترموه؟ وعلاش انت تحترم هذا الانسان اللي تكفي بالكدوك؟ دي ماري ملتم باش تدير تعرف الاحترام ديالك مثلا تحترم انسان تحترم اخلاق داوه تحترم حبو العلم تحترم ديسيبلين دياله تحترم السلوك دياله للتحكم في نفسه في وقت الغاضب انه يقدر يتحكم في روحه يتحكم في مشاعره الى اخره بغاف طولت بساف حبيتش كاي انا بدعم المهم على بلكم اللي ما ما زال ما بديتش هادوكم النقاط اللي قلتلكم كل واحد ارافان يحط النقضة دياله المهم 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 نبدأو في الخمس نقاط نتعى الاحترام اذا قلنا الاحترام على خمسة اوكي؟ والحب النفس على خمسة مع الاخر كامل نشوفو قاع شحال دياله ما ما ننقلكم شحال دياله مع الاخر دوكا رح نقول لكم هادو الخمسة نقاط بسرعة يعني نتقلهم بوان باق بوان أبخي نوسو هادو الفكرة ونوسوها ونشرحوها واحدة واحدة النقطة رقم واحد يا سيداتي وساتتي هي تحترم روحك كي تحترم وقتك هي احترم الوقت تحترم نفسك كي تحترم وقتك النقطة رقم اثنين هي تحترم نفسك وتحترم روحك هي انه يكون عندك هدف لماذا انت في هذه الدنيا وما هي رسالتك في هذه الدنيا النقطة رقم ثلاثة في احترم النفس هي ان لا تكون اماعا قلت هادوك نتكر هادو الأفكار بخير دوك نشرحوهم واحدة واحدة النقطة رقم ربعة هي ان تكون مسؤول عن حياتك ان تكون مسؤولا عن حياتك سيدتي وساتتي نعم النقطة رقم خمسة ان توضح حدودك مع الاخرين للميت ديالك لازم يكونوا بينين لازم تتراصيهم للميت ديالك هنا للميت ديالك دوك نبدأ ونشرحو نقطة نقطة أبخي نتذكر لكم الخمسة نقاط من تحب النفس ونشرحوهم واحدة واحدة ومع الاخر نقولوا شحالتين وباركوا واحد تسمع البودكاست وما يربون ديش نسعف عليكم ونحسوا رح يبلي نهتر فيه وحدي وابخي نديموراليزي ومنوليش نجيل البودكاست شدو هادا كابس كنا جاوبتوش هايوي هايوي شدو هاد الحاجو الصغيرة شحالت لقدر تبدل بزفاف عيس يا ناساني حسب لي هاد البودكاست رح يجي طويل المهم ما تفقدوش العزيمة انكم تكملوا تسمعوا البودكاست ألو نبدأوا بنقطة رقم واحد في احترام النفس وهي احترام الوقت 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 هو من اهم المواضيع في الدنيا بالنسبة لي هايما نجم انت يعني لي قدر يفهم كيفاش يسير وقته وكيفاش يعرف ينظم وقته بو مش ينظم وقته بس كالوقت الوقت اللي منظم لعن دربي كيفاش ينظم اولوياته وينظم اللي بخيوغيتي ديالو ويكنترولي روحه نهار تفهموا هاد الحاجة على بالكم مشي غير تحترموا روحكم ما حتسقم حياتكو تتسقموا توليو انسان تاسع صح اي 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 ان شاء الله كل يوم نلحقوا لها بشبيه دوك دوك كل يوم ننسيه ونسكنوا شبيه ننسيه وكل يوم ننسيه وديرو اناليز لنهارنا في وش رويجوز وشنو هم الحويج اللي يضيعون لنا وقتنا وشنو هم الحويج اللي اللي خلونا نستثمر وقتنا تعصح ونظموا المهم ديرو اناليز لتع كل نهار ويقول لراتب نابولسي في الموضوع تعلو وقت دايما نقولها هالحاجه يقولها يقول في المعنى يعني نحن مجرد وقت كلما انقضر جزء من هذا الوقت انقضر جزء منه اي ماجين تايا عبارة عن وقت اي ماجين سعما انسان تمدلو ساعة من حياتك كارك مديتلو بقصنتاج من روحك اي ماجين سعما انتايا انسان تكونكتي 10 سوية في انستغرام في السمانة 10 سواية نقول لنسهلو الكالكول نقولوا نحن عيشو مليون ساعة اوكي و 10 سواية في السمانة باش نشوفو شحال بقصنتاج شحال سافي 10 بيسانس 3 انا 10 بيسانس 6 يعني 10 بيسانس 3 يعني 0.001 من حياتك يعني من روحك اراك تمدل انستغرام اذا ماشي كتر قلنا 10 سواية الموين بس معنا ماشي سعما نقول واحد رو يستفاد ولا يعني طالح عابط وهذا غيزو سوسيال واحد برك ما نحضروش على كامل وش نديرو اللي من استفادو منه موالو المهم هدا ميتال شوية رايح فيها تيرو ميتال واحدة اخر الناس اللي تحضر بسواية باريضون في التليفون في حضرة معه وتعجغ ندعش تنهار ولاكش ايفان مون في ساعة وتحكي حفزوش سواية عاشتو هداك الوقت في هداك اليفان مون تو خلاص بو ما قلتلكم شو ما تحكيوشو ولكن واحد ملاحي الخاص جو انت ضيعت وقتك وانت تعيش في هداك اليفان مون تزيت ضيعت وقته اخر وانت تحكي فيه واو لازم نتعلمو التلخيص ولازم نتعلمو اهمية اهمية الوقت ديالنا تحصح ونديروها فيها لصنا واشاك فازم نتفكروا مانا ليش نزيت عليها انتع الصح حلوكم تخمن فيها تصح تعرف باللي عمان ديوب سفقنا فايس مانا واحدة مانا حتولوكم نهضروا في الدين بغي كزنبل ماشي حتا يعني لازم نهضروا يعني الوقت رح نسألوا عليه يوم القيام عربي رح يسقسينا يقول نعطيت لكم هاد الدنيا عطيت لكم هاد الحياة هاد الوقت انت واشترت فيه كإنسان واشترت فيه وقتك يا إنسان خلقنا عربي باش نعبدوه في هاد الدنيا يعني اسمى هدف انه نعبدوه نقول هون هوده يعني نعبدوه بكل طرق ذكر عمل اي حاجة تخلينا نعمروا هاد الأرض بما يرضي الله المهم يعني عربي سبحانه رح يسقسي الإنسان بزاف اسئلة يوم القيامة ومنها عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبله العمر ديالنا واشترنا فيه كيما قلنا والشباب ديالنا تان على بسكو يكونوا شباب حناك يكونوا ديالجون تكون عندنا طاقة كتر يكون عندنا وقت كتر ما يكونش عندنا مسؤولية بزاف يعني نقدر نديرو الخير كتر نقدر نديرو بزافة فايز بوسائل صغيرة برك جغة كل ما عليك هو أنك تعطي من وقتك وهدك هو الخير اللي تقدر تديره في هدك الوقت بعيك صغنقل صح يكون صغير بالنسبة عليك بوتا تخمي عند ربيس بانو ورح تكون حاجة بزاف كبيرة وعليش تكون كبيرة بش من برعتكم شكتاك برك وش نقدر نقول لكم هكم شايفين شوية زمالية مارج انتا واحد عندو مليار دولار وصدق مليون دولار واحد عندو مليون سنتيم وصدق مئة ألف سنتيم ينشو ضوك هدك مليون مول المليون سنتيم روما 10% من واش عندو ماشي كيمال كان عندو مليار دولار كيمال انتا يا بايون تكون جون تكون تقرع ولا تكونش تخدمه المهم يكون عندك الوقت وذلك الوقت تستعمل فيه الخير وتعامل فيه الناس المهم ذلك الوقت تستعمل فيه لكي تستعمل فيه بطريقة مهينة بطريقة مهينة انتاكي تكون جون يعني تقدر تتلبس فعليس أباقصا وانتاك تخيرت انك تحضر الخير وانك تدير حاجة تتقرب من ربي سبحانه وعطيت من وقتك مهينة بطريقة مهينة لذلك ربي روي شوف وش تقدر تمت ويحاسبك على حساب وش عندك وش مديت وكين احاديث جوبونس فاد فاد السياق مي والله ما على بالي مهمش فيج مصنح نحبس هذه الحسابات مقبل ما نحبس هذه الحسابات صبروا نزيد ميت على الواحد بك انتاكي رقاط بس كونا انسان نرقد بزاف في حياتي يا ماتل يشيش حل كنت نرقد يا خوتي المهم يماجيني الرقاط نرقده 8 سوايا في نهار ونقولو زعمه 11 عاش 90 سنه سيرقد 30 سنه من حياته انتياغ من حياته سترقده لذلك واحد لازم مايرقدش بزاف 8 سوايا نورمال امر عادي لازم الجسم يريح مارا نشتيروا مايعسوا رقاطكم مايرقدش بزاف مايرقدش بزاف فرقاط كي نكونوا ناكلوا ونطولوا ونحنا ناكلوا كي نكونوا نقصروا ونطولوا بزاف ونقصروا ماندا حتى معنى كي نكونوا نتصخروا في كومنتاج وفيشبوك ونحنا نتصخروا وقتنا كامل طاع لو كنشوفوا فغموا الحالو ربي سامحنا ونخلاص لو كنرجوها حسابات ونشوفوا وزام السوايا ووش درنا فيهم مايرقدش وش نريبونديو ربي سبحاني وش نقولولو وين راح عمرك وين راح راح نستعمري في غيزو سوسيو ونصروا حرقات وقسرها ونحسبوا بركل وقت هذا اللي جوزنا ونحنا نعب دوربي ما نلقاوش فيها بزاف سوايا يعني ونحنا نعمرو في هذا الارض ونحنا نديروا والميسيون اللي دينا على جرها في هذا الارض ما نجوزوش فيها بزاف سوايا وبزاف وقت وبزاف سانوات ونلقاوهم غير شوية بعد وقت لا يفيد الناد حسنا حسنا نمت بزاف ل علينا وми راح مع روحنا وSalد نظيمنا wir وقتنا ونعود ه لكي نتسجم كأني الشانس وينا ربي يغفر الليقة والجاز ويسامحني على كامل الأخطائي ونبدأ من جديد ونبدأوا من جديد ونعودوا ونرتبوا حياتنا ونعودوا ونرتبوا بخيوريتيتنا إن شاء الله أربي يوفقنا إن شاء الله ولي هروا يستمع فيها وحب نبعث لشورة انستغرام واحد البتي بروغرامة كده فيشي بيدير فيه لفايس اللي لازم ديرهم كل يوم لقدر باش نعاونوا بعضانا نستغلوا حياتنا نستغلوا يامتنا ففايس اللي يجبونا حسنات ففايس اللي يفيدونا في الدنيا والآخرة هكذا أموان كي يشوفوا ذاك البيدياف ونكوشيوا ذاك الفايس كل يوم كل يوم كل يوم حاجة صغيرة ميوشنو تسجم تعاوننا إنو نسجمو تنظيم الحياة وتنظيم الأولويات وعلى الأقل ما يجوزو شي ماتنا بلا ما ندرو حتى حاجة تطلح فولا فولو المهن نكمل مع الوقت وين نرويدي عنا الوقت دي لنا إذا لم تحب تتلقى معك شوية حتى يقول لك نتلقى جوية الظهر ولا جوية العاصر ولا صبر صبر جوية ثلاثة هكذاك عملكم بين ثلاثة وخمسة وثلاثة وخمسة 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 دقيقة قريب فيها ساعة قولي إقسك تنمو سواي بخي سي سبحان الله كيفاش بين جوية ثلاثة هكذاك كان في المجتمع دي لنا ووحد الكلمات ما قدرتش تعبر ووحد لحبال ووحد لحبال نورمال جوية ثلاثة كيف كيف متفارغ شغول ما عندك شو شدير نورمال 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 يمحينكم ساعة ريحيات قولوا لي اكل لغة اكزاكت مو السيلو بلاي ميدام زي ميسيو قولوا لي ساعة اكزاكت قولوا الناس اكل لغة يعني إذا حبيت ثلاثة ونص قل ثلاثة ونص إذا على بل كفيرس بلاي حد الروتار قولوا الربعات نورمال هاتك هي الوقت الأهم حاجة عندنا في الدنيا نحنا ننضيها فيها كدك برك النهار ما يقول ليش النهار اللي رحم والجاز ما يقول ليش والساعة اللي جاز التمت وليش إما جينا يجي نهار وندمو كامل على السوية لدياناهم ودقيق لدياناهم يقولوا آه لكننا رجال الدنيا ونديرو كده وكده ونستغل وقتنا في كده وكده صعيبة سينو الأهمم والدول اللي ما تقدرش الوقت ما عنده شوين تراح والناس هادوه هما اللي هما جزء من هاد البلد ولا من هاد الأهمة وهما اللي يرمي بنيه في هاد الأهمم زعمال الوقت الضائع قاع في الخدمة الناس اللي روحوا للخدمة مايروحوش يخدموا نروحوا برك الخدمة الجو غي يشوفوها شطارة هو غابة فالحق هذا هو وقتك اللي رويضة يعني حياتك ريضة عبر بنتي رويضة ونتا قاعد ونتا تكسر ونتا تتمحبل الخدمة زعمال انتك ديتاش هو واحد يجي يقول لك ماليش للي هادي وهكده هادي تصرا في نص الخدمة زعمال اوكي وانتا تقول ماليش نعاونه وهم ليح نعاونه الناس وي سي سوبر بيان انك تعاون ناس سفي بلزة انك تعاون ناس سفي بلزة واحدة يسحقك انك تعاونه ديجا ستبا دوني عتو المود انه ربي قفقك يخليك عندك القدرة انك تعاون الناس سي سوبر بيان ولكن ماشي وقت ما حبو اوكي ماشي اذا ما وقت ما حبت جه في راسو وانتا تحت عاونه ماشي سيخ بلزة قل لو بار اكزمبل انتلاقها وانتلاقها واندي 20 مينوط هنقدر نعاونك فيها وشك حب ووالا جور سوائي هكده ديرو ان بروغرام 20 مينوط اشاجر تخلاص 20 مينوط دياري يبقى على خير ماليح تعاون الناس ماليح دير الخير بس احتاني تحتارم روحك كي تحتارم وقتك اراك تحتارم في روحك والله اقول له جو سخي تسبوني بل هدا النهار على هاد الساعة وانتلاقها وانعاونك في هاد اليداي ماشي انت تحبس كع خدمتك وتحبس روحك برك باش تعاون انسان ولا باش تدير حاجة ماشي خدمتك ودايما كان دير اكسبسيون ماشي ما تاخدوش الكلام هكدك حطبها بلاك وويت ماشي كل حاجة في بلاستها لازم انضم الاولويات ديالنا لازم ندخل تقافة تنظيم الاولويات في حياتنا ولازم الناس تقبلها يعني بلا سعاف بلا ما يقول او هاد او يتكبر او هاد يريد تتكبر او هاد حاجة هادية عندي مي بخيوغيتين نكمل فيه او بخينجيل عندك نعاونك و او بليزير من البروبلامة في الناس باش تنظم اولوياتك لازم تكون عندك ديجة الاولويات لازم تكون تعرفهم من هنا سننتقل الى النقطة التانية اللي هي انه يكون عندك رسالة في الحياة انه يكون عندك اولويات في حياتك و واحدة من النقاط اللي بيهم يساهموا في انك تحتارم نفسك لانه يكون عندك رسالة في حياتك قبل ما انتقلوا بس هالنقطة التانية نختمو هاد الفكرة انتع انه كي تحتارم وقتك تحتارم نفسك بوحد الاية صغيرة و كاملنا عارفوها شموس تلخص تلخص تنظيم الوقت تلخص اهمية الوقت وتلخص بزعارة فيها الدنيا قرآن في غيمون نعمة عندنا كامل في ديارنا كتابة قرآن بصحق القليل اللي يعرفوا لهذه النعمة و قليل اللي يستفدوا في غيمون و يفتحوه و يتمعنوا في الكلمات و يتمعنوا في المعانير يعطلنا جيد لحياتنا كتابة ما احنا و مخلي نوقع لنا نتفلسفه أبي قلنا والعصر إن الإنسان لا في خسر العصر هو الزمن اللي نعيش فيه هو البعد اللي عيش فيه الإنسان والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصلوا بالحق و تواصلوا بالصبر كل زمن و كل ساعة تمر علينا إحنا كإنسان في الدنيا إذا ما استغلنا هاش فيه عامل صالح رح نكونوا خسرين يعني هاد الآيات نقدر نقوله هاد الآيات يعني هاد الصورة تلخص لنا أنه أهمية الوقت و تلخص لنا أنه لازم نستفادوا في غيمون من حياتنا و نستفادوا من كل ساعة نعيشين فيها إن شاء الله ربي يهدينا و يورينا الحق كيندوا هايل يقول لهم أن الحق حقا و رزقنا اتباعه و أعني الباطلة باطلا و رزقنا الشينابه تخيلوا يكون علينا تخيلوا يكون على بلنا بل يرانا نديروا حويتهم لحفة الدنيا و يرانا هادينها كامل الله يدينه إن شاء الله و يرزقنا الباصرة و يورينا طريق الحق أهلا سيدتي و سيدتي رح ندقلوا لنقطة نقوم بتانين في احترام النفس باش نحترموا نفسنا لازم تكون عندنا رسالة في الحيات حسنا لقد قلت لكم رسالة بس حدوك أبدل ترعي بس ك رسالة شبيهة الكلمة تخلح تقولوا لي أوه سي بافاسي ندرقوا رسالة في الدنيا حسنا لنسيبريفية و ليشوز و نحن بس طول فكرة هذه من قبل قبل حبيت نبدل هذه كلمة رسالة و نقولوا بلي ماشي رسالة و لكن إنه يكون عنده غاية من الحياة و ليكون عنده هدف هدف استهرتها كتر هيا نقولوا غاية هيا قلنا تماما باش كيفاش نبدأ هاد ليديه قلنا تماما على ماريش بسكوكي نلزف أفكار و مانش حابة نخربشها كامل ميبا قال كي ما تلقاش مني تبدأ أبدأ و خلاص أبدأ و خلاص و نحن نحوز على واحد الكوت منتا واحد الألماني صبرواليا نديرا واحد له شهر صغيراتك واحد الشاعر و ريوائي ألماني و اسمه يوهان غوتي و اش قال لنا؟ وش قال في كتاباته وش بانصور مسلم و نصنفو إذا مسلم و لا 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 بخصونا الموء ندي الأفكار و نشوف ناناليزيها ايدا منيحا 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 و ماشي منيحا وش قال؟ ما ان يقرر الانسان ان يكرس نفسه لغاية او لهدف حتى يبدأ الفير الالهي يسعيده وتخلق ظروف و دواهر و تنبتق فرص لا تخطر على بالي بشر كلها تصبح مش تصبح كلها تصيح به انا موجودة لك انا معدى لك لمساعدتك و له ما تريد نعود انقلوها و ما كلا هنا تنقلوها وش يقول لنا هذا الشاعر و الروائي الألماني يقول ما ان يقرر الانسان ان يكرس نفسه لغاية او لهدف يعني تكرس نفسك لغاية او لهدف حتى يبدأ الفير الالهي يسعيده وتخلق ظروف و دواهر و تنبتق فرص لا تخطر على بالي بشر كلها تصيح به انا موجودة لك انا معدى لك لمساعدتك برغ ما تريد كان واحد الآية اللي ربي سبحانه في صورة الإسراء تقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محضورا يعني بش نقول لكم برغ اللي يحب ينجح في الدنيا رح ينجح يكون مسلم المهم يكون يخدم ما خممش في الاخيرة ما يكونش عندو نصيب في الاخيرة ما يكونش عندو نصيب في الجنة ما رح ينجح في الدنيا كما رم ناجحين اللي رح نشوفو فيهم كامل رح ناجحين في الدنيا رقم يأمنوا بوالو برك يأمنوا بمفهم النجح لانو النصر النصر رح يجي مع التابات ومع المواصلة حتى لو كان كنت على خطأ التابات حتى لو كنت على خطأ سيثمر وش ما عنده التابات انك تكون ديسيبليني وانك تواصل تتعرف نفس الحاجة وتحاول وتكون عندك إرادة عندك غاية وهدف واضح رح تنجح تنجح ومن يريد الفالح الفالح الفرغ بينه، بين النجح وأنه الفالح النجح في الدنيا والأخرة لا يحتاج إلى الفالح أنك تنجح Edge يتقرب والنه ربي ويرجب ان أط graft كما نفعل أمر أن نفعله الأمر أنه لا نفعله وال jogar في اللعبة معانيت عبادة الله في رح troop تنويها أنو وراك تديرها على عبادة الله إنما العمله بالنيات إنما العمله بالنيات قبل ما تبدأ تدير أي حاجة في حياتك تنويها باللي بطريقة وأخرى باش نعمر هاد الأرض باش نعمر تربي باش نعمر تربي بطريقة أنا بديت نروح فيها أنا بديت نرقد دجا هادرتها يعني إيقاف بلو أني بيتغمضو وحده ميبون راح نكمل هاد الفوزكاست وحنا نهدر نهدر حتي خلاص قاع اللي زيدي اللي أنا حابة نهدر فيه المهم كشو اللي نهدر معه روح يدوك ميبون لازم تكون عندك إرادة ولازم تكون عندك رؤية في هدل بوان هدايا لازم تكون عندك إرادة سائدة رؤية لازم تكون عندك إميزون وحمد الله على نعمة القرآن كما قلنا قبيلة ربنا عمنا وعطلنا أنجيد عطلنا حاجة نقدر نتبعوها وننجحو في دنيا والأخيرة وعطلنا الطريق للحقيقة وطريق للسعادة وشغل واجده حني أحنا عبرك لازم ونبسى على الأكشون ولازم نقامل بوشعة نالبي المهم 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 باش ما نخرجوش بثاف أعلى على الموضوع لازم واحد من الأساسيات أنه يكون عندك هدف في حياتك أنت كإنسان واش تقدر تدير لهذا العالم واش تقدر تزيد في هذا العالم واش تقدر تكون كإضافة في هذا العالم كيفاش تقدر تعمل هاد الأرض كيفاش تقدر تنصر دينك كيفاش واش عندك أنت ربي واش رزقك كل واحد ربي عطا عنها قدرات مختلفة كل واحد عنده حاجة ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش الانسان الاخر قلت لكم عن هدفرات هم ما راح تلي شوفوا كم شعرات تزربة هدفرات شوف يقارج كلمة كلمة هدفرات كلمة هدفرات كلمة هدفرات بشوية باش الناس يفهموك بسكو الناس اللي سنفوت إذا ركيز هنا نصرق دا وامارا ميسمو وخلاص المهم على أنا عاودنا اممم قلنا انت وش عندك حاجة من الناس الاخرين ما عندهمش اوكي لازم تخمن في هذه الحاجة لازم تقعد مع روحك لازم تاناليزي القدرات تاعك لازم تكون كل يوم في الطريق انك تعرف روحكك كتر وانك تفكك نفسك وتفكك ذاتك كتر وكتر باش تعرف وش تقدر تدير في هالدنيا وعلاش ربيطك وش معطاش لناس واحد اخرين هي واحدة من الامر لتعاونك انك تعرف وش نزيده في هالديدي انك تآمن بالهدف ديالك انه الهدف تعالك ما يكون شي تناقض ثاني مع عبادة الله عندي بخبرة منقولوا مع عبادة الله ولا عبادة الله نوع عبادة الله بين عبادة الله عبادة كان واحدة القاعدة هكذا الفتحة والضم مجرمي ما حفظتها المهم والغاية تانية والغاية أو الهدف ما شي حاجة تلقاها في نهار ولا زوج ميا مشوار حياة كل ما تعرف على نفسك كتر كل ما تعرف على ربي كتر كل ما تعرف كيفاش ركحة بتاع عبد ربي غير التكاليف اللي أمرنا ربي ندروها تقوتي نخليوها يعني كيفاشك حب تعبت أربي وتخوة مو المهم لازم واحد يعرفها كان واحد لستي تاسنو ما عندهش بساف علاقة معا وشاني حب نقول اكساكتون مو هكتا ديركتون ما عندها علاقة وحد الكووت تقول انجوي تستمتع بالرحلة ما تنساش انك تلحق لديك ماشي حتى تلحق باش تستمتع هكذا هي غاية الحياة كيفاش تشوفها انو ما يجيش النهار انو تقول اوكي خلاص هادي غايتي هون بدأ من اليوم لا لا لازم كل يوم كل يوم كل يوم دير اللي عليك بوش عندك من الإمكانيات بوش عندك من الأفكار ماشي النهار هكذا معينة او لا حالة معينة اي طيسبقي معينة و تقول خلاص هادي هي الهدف التاعي اليوم لقيت الهدف التاعي ولقيت الغاية التاعي لازم هاديك الهدف و هاديك الغاية تعيشها لازم هذك الهدف و هذك الغاية تعيشها كل يوم في حياتك بواش عندك في هذك النهار نعودوها لازم تعيش الغاية ديالك كل يوم بواش عندك في هذك النهار اوكي اوكي واني داكو لازم كل يوم تشوف بسخصي روحك انا كإنسان اربي واش ميزني اربي واش رزقني اليوم واش نقدر نستعمله باش نعبد اربي بطريقة جميلة باش نكون إنسان ونكون إنسان خالفة الله في الأرض واش عندي اليوم اللي نقدر ندربيه حاجة تزيد في هذ العالم حاجة ما تتناقضش مع الدين ديالي وحاجة نبني بها حاجة في هذ العالم كل يوم واحد عنده حاجة كل يوم عنده إضافة حتى لو كانت كون صغيرة دانت اندرسي ميت سمول تنكس سيداتي وستاتي هذ الكوت بزاف حيلة تخلينا دايما نعيشو اللحظة نستمتو بواش عندنا نخدمو بواش عندنا بس نوش نكونو هكدا في مكان موين ولا نكونو مع الناس موينين باش نقولو فرحانين ولا نلحقونا ونا حابين هكدا اخر ديسيناتون الخراب باش نقولو فرحانين نو تخلينا دايما نعيشو في فرحة نعيشو في لانستمتو بواش نخدمو بواش نلحقوه ونا نحبين اوكي اذا لحقنا اللهم مبارك ما شاء الله مليح اذا ملحقناش هذك الطرق اللي جوزنها كامل كنا فيها فرحانين وحيتنا كنا راضين على واش كنا نديرو سينا نختمو هاد الفكرة بفكرة صغيرة وراء واحد اخرى شتو زعم النهار تنوضو مع لابلك مشوش تديرو كنايد هكدا ما عندك حتى بروغام اليوم مش نديرو اللهم على الباني تبدأ غير تخلط تخلص لاجوني تلقى روح كما تدرتوالو هكدا هي التانية كي ما تكونش عندك غاية وما يكونش عندك هادف نايشو هم بحرين نضييو بساف الوقت ونضييو حياتنا هكدا يكبر قبل ما نديرو حتى حجرة صلح وضنك فيف النهارات اللي يكون عندناه البروغرام ديطايي بانشور هادو كل النهارات لي زعم أقبل ما ننرى قدوالها فين كو نكتبنا البروغرام ديالنه قدوال نوضو يكون عندنا البروغرام دير هدي تاك 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 فلالفن الجوناية تكون هكدا صاتيش في الاروحك تكون بيان و تكون بخوديكتف تاني تكون درتع فايس ملاح في يومك و استغلت وقتك بسكو درت البروغرام بسكو كان على بالك ونك رايح بسكو كان على بالك سكتو سكتو إذا كان البروغرام دي لنا و تعدك النهار هايل و نحبو شما ما نديره دونك سكتو إذا كان هدف تعنا في الدنيا هدف نبيل و كشغل هدف و غاية نحبوها قريبا لقلبنا المهم خلاص كملنا مع هاد الفكرة هيا يا أصدقاء ننطلقوا إلى الفكرة القادمة من هذا البودكاست اللي راح يكون طويل على حسب الشوفة المهم نكملوه في النقطة رغم ثلاثة وهي أن لا تكون إماغا هذا غلحقنا لنقترم ثلاثة في احترم النفس بيش تحترم مروحك لازم تحترم هات الخمس نقاط اللي قلنا النقطة الأولى هي احترم الوقت تحترم وقتك يعني تحترم نفسك تانية لازم يكون عندك هدف تكون عندك غاية في الدنيا وهذا دليل عن أنه تحترم نفسك وتحترم روحك والنقطة لكم ثلاثة أنه لا تكون إماغا وكي ما تكونش إماغا لك تحترم في روحك النقطة لكم ثلاثة أنه لا تكون إماغا بدوها بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لا يكون أحدكم إماغا الإماغا وشن هو؟ هو إنسان يعيش مع الناس وحد أخرين يعني إذا قالوا حاجة الحق وكيروا تباحهم وقال الحق معلش؟ وإذا غلطوا تانية ما هو بحف هذه الغلطة؟ يعني تباح برك بلاد خمام ما عندوش موقف خاص لازم على كل واحد أنه يكون عنده أفكار الخاصة لازم يكون عنده إيمانه والأفكار الخاصة نتاعه اللي خرج بيهم بعده جهد شخصية وبعده ديغوشيخ شخصيين ديغوشيخ بعده جهد شخصي وبعده أبحاث شخصية ويكون مقتنع صاحبه وشعره يدير لازم كل واحد يخمم في كل موضوع قبل ما يتبناه إما يكون الإنسان هذك اللي قال لك هذيك الفكرة يكون إيمانك تكون باباك يكون أعسى ديغليك يكون شيخ المسجد يكون نمبرتوك البرسون لازم تدلغوشيخ ديالك برسونال ولازم تتأكد من هذيك المعلومة ولازم تتخمم وتتأكد بيان 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 من المعلومات تغطفه في هذا الوقت وماشي مع انتازع ما واحد تحبه تأخذ منه هذيك الحاجة وتقول أكي صحيحة ولا ضلتبه ولا يضال يقول حويش صحح كقال حاجة صحيحة وواحد ما تحبوش ولا قاله فيس غرضين كقال ثاني تهذيك حاجة غرضة كيفاش يقوله خد الحق ولو من بعيد بغيد وردد الباطل ولو من قريب كان حاجة مراهة قريب حبيب ولا حاجة هذى المهم لازم تأخذ الحق ما يهمك شو نقالوك لازم تكون فكرت فيه وحلتو بيان وانك ترد الباطل مهما يكون قائل هذك وش قال خمم لازم يكون عندك تحليك الخاص ان هذا للأمور ربي سبحانه وميزنا بالعقل ربي يضعنا عقل لازم وحديثها ويعرف الحقيقة ولازم يتبع المبادئ دياله حتى لو كنت انت وحدك في الطريق انت تأمن بفكرة وحدات وانت تأمن بفكرة معينة وتجدت تلقى الوحيدا وانت تأمن بفكرة وانت تأمن بفكرة وانت تأمن بفكرة وقعد في هذا الطريق وانت تأمن بالفكرة وانت تحليف الانتظار والانسان يخمم ويحلل هذه الأمور وثاني للمده أنه يكون عندك إرادة أنك تعرف الحقيقة وكي ماشي كم من الناس عندهم هاد اللابون ونطيق أنهم صحي يكونوا متأكدين من هو شرام يدير ووش رام يتبعو في هاد في هاد دنيا يعني يعني هادر في كامل المجالات انت هاد دنيا ويسوطو في هاد الوقت تقليد الأعمى وعقلية الحشود والقاطية وشغل تكون معرض باش تصبح جماهيري كما يقولو ويعني والتاني يجب واحد يكون عنده استقلال الأفكار ويكون عنده استقلال الأهداف سوحته يوجد ماشي بشكل ماشي بسبب الناس الليلات على الطريق ودارو مجينات وانا تاني ينجز لما تلك الطريق ماشي الناس الهدف ديالهم هادف مجينات توقع ذو كالناس قع عشنو الهدف دياله الجو غيان عنهم ديس الأهداف كما أنا لازم نروح نجوز على هديك الطريق حتى لو كان أنا جو داخلي وصح في الاماق ديالي من الأفضل بحبك من كثيراً من أن تكون صادق لأنك صح عليك أن تكون صح عليك ويقع أن الظبء منك فكل قوي انك صغيرة على شراك تأمن بشراك سبعة مستقبل ومحرك تزيل وهو لا تستطيع حتى , تحت ضغط كان شعر تونسي تونسي هو جغل أمجن وهذا عنده موهبة يكتب القصائد واسمه آنس شوشان لا، اسمه آنس شوشان وعليش ما نسيت اسمه بس جدا الله يرحمه كان عنده مشكل عنده كان يحبه القط نواغ كان يجي للدار كان اسمه شوشان هو القط نواغ بالزعف شباب وهايل كان اسمه شوشان منساش قاعدك القط ودعو الجدو بالرحمة ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله يرحم الكامل الناس ولي غادروا هالدنيا ان شاء الله تانيت لا يرحم نحنا تانيت في هالدنيا وكين موتوا بعد ما نموتوا الموهم وشكتنقول هذا آنس شوشان ماشي آنس شوشان الموهم آنس شوشان وش قال قال مجتمعات تقدس التقليد والعادة مجتمعات جعلت من العادة عبادة مجتمعات أصبحت شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد هذا نوع من أنواع تمرد ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد غريبة أصبحت أطوارنا هذا صح هذا صح هذا صح على بارك شوفوا كم الناس يتبهوا كم الناس كم الناس عندهم ليمالبت كم الناس عندهم نفس الأفكار تجربت بارك عن فكار انت انسان واحد يقولك اه؟ لا لا جوا واحد ما يقبل اختلاف واحد ما يقبل كم الناس يقبلوا أكدا خارجيين ما زالتك تدخل له صحف دبا او صحف الأعمق تلقى هم يتقبله ويتقبلك تانك ونتارك مع فراي تخرج مراي ديالو حلاص بما عندي انسان كمأني اور اجنسان كونه ايه توقب الاقلاء واقعار اغلت لاتلاف هنا احضرتك بالارغوليجيون وكانت اشكو الاقلاء والمساجات مع انستغرام انتظر كلااا على الارغوليجيون انسانا اتفرج بهنام وانا اوقات الصعار او الارغوليجيون مثل البسيكولوجيا والأوريجيون الإنسانية والأهدف في الدنيا والأوريجيون لأننا نرى بأنني في الدنيا سيكون ربي خلقني باش نعباد ربي سيبقصاني في الدنيا جمال قدرش نعيش في تاناقود أني سيباري حاجة على حاجة أحد أخرى وهذا الزيام وماذا كيف فهمتها وقدر بروكاتني وخلصت الحكاية المهم تكوكو مادام سيبقصاني في الدنيا نحب كامل الناس بكامل الاختلافات بكامل ماذا سنؤثر عليك؟ كي نقامل بفكرة وماذا ستؤثر عليك؟ كي نقامل بأفكار مختلفة لأفكار دياري كي الناس يحسبون هذه الأفكار كي يعمل سلاح كي يعمل الخلاش وقدرتوه في وجهه سيدي زي دي كوا سيدي زي دي واش بغاف أنا موهم نختموا بهذه لا تكون إما بغلو كن أنت ولا تكنهم عيش حرا في هذه الأرض للجميع وثانية أعيش ما تكونش متناقضة مع إيمانك ما تكونش متناقضة مع نفسك كن صادق مع روحك كن صادق مع نفسك ومع الفضرة ديالك ولا تكون إماها وخدم مخك بيان 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 واناليزي ليشوز بيان 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 ودر إفار لكنه غير مواجهة في هذه الأرسلة نتحسي بقТةغة لها واحدا وهذا الأرس돼نا هنا وليس كذلك فهم الأرسل ما يقضل موغي والديني حياتك حياتك انت معلمونش كيكون نصغر باللي هاد دنيا حياتنا بش ناخده لغسبنصابيليتي ديالنا المهم من هاد النقطة راحنا ننتقلو ديجا سبحان الله شغل يعني سبانتاني مو قلت باللي هاد الحيات لغسبنصابيليتي ديالنا والنقطة القابل اربعة هي ان تكون مسؤولا عن حياتك يعني باش تحتعلم نفسك انسان يحتعلم نفسه هو انسان مسؤول عن حياته هو كل واحد فينا مسؤول عن حياته مكنش نعمة تكون قاعد هاكده تسنى مجيزات سرات تبدل حياتك بوم تقول لي هايلا وزع ما يجيكش واحد هاكده يصوفي لك حياتك واو ده قاعد تسنى قاعد ولا هكش يجي انسان هاكده يعاونك ويخليك تحس بإحساس مليح تجاه روحك يعني كان واحد الحاجة تفكرتها حتى لو كان زع ماكش واحد يحب يعاونك ما يقدرش يعاونك ويخلص كده انتا ما تقدرش تعاون روحك لازم تعاون روحك باش الناس يقدروا يعاونك اوهي لازم تعاون روحك باش يقدروا الناس يعاونك المهم واحد ما راح يجي يصوفي لك حياتك واحد ما راح يجي يعطيك هاداك لازم تعاونك لازم تعاونك انتا بركلي تقدر تدير هذه الحاجة لروحك لازم تعاونك بعيدا عن جلد الدات بس كاين ناس ما عندهش ضحية بس يجلدوا بزاف داتهم يعني نخربوا من خبلة ونضيحوا في حاجة ما كتر نهار تعرف باللي غال انت اللي تقدر تبدل حياتك وتعاون روحك بيانشور بالتوكل على الله لازم دائما واحد يتوكل على ربي درا وش يقدر وماكس ويتوكل على ربي يقول باللي بالعربية من اللي راح ندير والو اوكي لازم يخدم يخدم وما يسنح تهاجة من عند اي واحد يعني لا تنتظر اي شي منعي من عند اي شخص مهما كان هاد الشخص اوكي لازم انتا تاخد مسؤوليتك الكاملة في كل جوانب هذه الحياة اوكي لانها حياتك امت كما قلنا مقابل اوكي تديرك هاد الامور رح يزيد احترامك لنفسك يعني انت اللي تصنع مستقبلك يا صديقي ويا صديقتي انتم من تصنعون مستقبلكم ونحن من نصنع مستقبلكم وانت يا صديقي من تصنعون لنفسك سعادتك او تعاستك ويعطيك الله بقدري فساعد كل ما سعين اكتر كل ما يعطينا البكتر المهم خدوا الاريس بونسابيليتي ديالكم وخرجوا من دور الضحية وكان بودكاست على دور الضحية راني مديرات وتلقاوه في يوتيوب وطاني تلقاوه في كامل وتلقاوه تاني في كامل البلاتفورم تال بودكاست والناس اللي رمي يسمعون في اليوتيوب وعلى ش ما تسمعوش في البلاتفورم تال بودكاست جي با كمخي جي با كمخي وعلى ش ما ديليش أرجوش أبلكيش أبلكسون تال بودكاست وتسمعوها فيه جو خير حب نتقدو حل الفيديو المهم ولكم تسمع في الفودكاست ما تنسوا شديروا لي خمس نجوم اوو جوب على لاكي سنوني خليتها لكو خمس نجوم ومعن سبوتيفاي داروها أنا بدينا نطوروا لميزاجور كتا الخير المهم النقطة رغم خمسة في احتيارة من النفس والنقطة الأخيرة هي أنك تحدد حدودك حدد حدودك مع الآخرين حدد حدودك مع الآخرين حدد حدودك المهم تطلصي الإليمية تطلصي الإليمية مع اللزامي ديالك مع الفامي تاعك مع اللي يخدمه معك مع كامل الناس كل واحد عنده حدودك ما لازمش أنه يتجاوزهم الناس اللي ما تحتش حدود تحوص على بتدخ أنها تبان بصورة ميتالية قدام ناس واحد اخرين في عين ناس واحد اخرين مش تزيد القيمة ديالها الوخير مكاش إنسان ميتالي في الدنيا ومكاش ملائكة في الأرض ومسا وعب اللي كايين ملائكة في الأرض كايين الناس كما احنا كما هو ما ومكاش ميتالية دونك كل واحد لازم يعرف وش يقدر يدير ويعرف اللي ميت دياله معك حط له اللي ميت دياله بوسك قبل كلش لازم تعرف أنه حدودك انت وحدود إنسان واحد اخر مختلفين قامل كايين واحد يقبل حاجة لازم تعرف وش هك حاب لازم تعرف وش تقبل وش ما تقبل وش في الدنيا مش تقدر تحدد حدودك مع الناس واحد اخرين بحدود هادو ما كشغل ماشي كامل للناس تعطيهم لاكسي لحياتك كشغل الفيزا كشغل انت هو الدولة لاهو كش بلاد هكذا ونتمد الفيزا لكش واحد بش يقدر يدخل ماشي كامل تمددهم لفيزا هكذا فاصل ودير دوسية بزاف وعر بشي بزاف بزاف دير دوسية فليل يميت ديالك فوش انتارك حاب الناس يكون فيهم صيفات مهينة مش تقدر تخليهم يدخلوا لحياتك ولا بلادك باديك الفيزا لازم تكون على بالكشغ حاب اوكي دونك ديلهم دوسي لا بقى سابع يكون مليح ومتدخلش اي واحد لحياتك ومتخليش هادوك الناس اللي يرام في حياتك ديجا ودي ليميتة ديالك اللي تارك ديجا بحد دون في راسك لازم يكون على بالك وش تحب لازم لازم يكون على بالك وش تحب باش تعرف وقتاش تقول لالا وقتاش تقول ايها مش لازم دايما تقول ايها لفايس مش لازم يأنجا إذا ما قعدة معينة لازم تعرف وقتاش ما يعرضوك على حاجة وتقول لالا ما نروحش ما رانيش حاب سبحان الله جوادك القعدة ما تعجبنيش هادوك الناس ما خرجوش على القوصدو هادوك الناس حيضي وليوقتي على بالي وعلى واش راح يهضروا وما رانيش حابك اوه ترفضيك ليش وجه قول لالا ما تروحش هادوه هي لازم تكون حدنا هاته تقع فانتاعها لا 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 ايه ايه كأكل حاجة بلاستها برأيما العينيما الثانيت النس الطبي 별로 يهضروا معك بطريقة معينة لازم انتقابلوه بحوايات كل ما تقابلوهم برأيما لازم انتقابلوه انتقابلو وه باحد جماعيما يستعمل كلمات معينة في هادر وجيوه يهضر معك بهاك الطريقة لازم انتقابلوه ويحتويراً ترجلو لما أنتقابلو هاتلك ووراuyor واش Check se تفكر حذك الانسان بلينتا ما تقبلش هذوك الكلمات ورح يعاود ويهدر بذلك الكلمات يعاود فكر وصينو بدي الكمبورتامون ديالك حتى يفهمي ده ما يفهم شو يبقى على آخر تاني الحدوث تاعك زي ما إنسان يعيط في الهدراء بلين له بإحترام بلينتا ما تقبلش إنسان يهدر معاك بالعياط ولا أنت إنسان ما تقبلش هالطريقة في الهدراء وكما قلنا مع الأول لازم واحد يكون لازم واحد يبين الحدود ديالو بإحترام ولازم يفكر أشكفو الإنسان اللي قدامو بالحدود ديالو بسيط الإنسان ينسى والإنسان داني تلاخر يلتان تساشنس يقول عبتتخ ما كاش منها عبتتخ الإنسان ينسى عبتتخ أنا فيها هذي العادة ما تقدرش نحبسها نو فيك هذي العادة ولا بفكش هذي العادة أحبسها كي تكون معايا كي ما تكونش معايا تقدر تدير هذيك العادة مع إنسان واحد آخر هذي هي إذا ما حبيتش تحبسها بغاو على خير يعني ميكاش كونتاكت بيني وبينك بس كنت تعود تدير بصير يعني ما تدير لك بكل بساطة يعني والنس رح يوالفوا جمع اللو والديهم صعبة بخير يوالفوا باللي نتاج هي هكذا انت ما تحبش هذي الحاجة وهذي الحاجة وفهمهم وعلاش وحاجة عادية وتستمر الحياة بحب الموئام وهذي وهذا هو برك واحد لازم يتعامل شوية بداك وأنك تتعامل بداك مع الناس مشي ما انت هتكون حيلي ولا هبسكي الناس كياني غلوا هتتتعامل بداك يعني انتارك ثماني بي في إنسان وحد آخر ونو التعامل بالدكاء لا يتناقض مع التعامل بصدق تقدر تتعامل بصدق وتقدر أنك تتعامل بداك وعرفوا باللي أي علاقة في الدنيا لازم تكون موريحة صينو إذا ما كانت شرك العلاقة يعني إذا ما قدرش تتكوميني كيفيكش علاقة معينة يعني كين بروبلم كين مشكل معين لازم واحدة يرغله ما كانش علاقة بسبوها لسن تكون علاقة بتاعياء وفيها هي العلاقة ببساطة هي كونتاكت مع مجموعة من الناس ولا مع إنسان ولا مع إنسانة ولا أنكم تكونوا نفسكم بكل صدق وتكونوا يعني قلقتك حاجة تقولها عندك حدود معينة تقولها ما حبيش تجدر حاجة ما حبيش تجدرها حبي تقول E.S. حبي تقول لا 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 يعني ويكونوا عندك رؤية تلك رؤية هناك آoir يستخدم لازم يفهم فإذا لم أفهم ذلك الأمر فإذا كانت مشكلة كبيرة ويقوم بأثير هذا المشكلة الحقيقة فإن أن يجاوز حدوده فإن نقطة معينة فإن يوجد أن يكون هناك مشكلة أنه لا يفهم بأن كل شخص حدوده لكن لا ترى كل شخص يحب أن تقول بأنك أصدقس قبل أنه وعرفوا الثانية باللي ما كيش لا بكيش المثالية ما كيش تانيت وانك تبني حدود مش تبني التراسي حدود كيش نقول التراسي انك انك تبين الحدود ديالك مع انسان ولا مع مجموعة من الناس هذه الحاجة ماشي مليحة لعكس هذه الحاجة تحمل علاقات وتخليها تستمر كتر بطريقة صحية بطريقة صحيحة بطريقة محترفة يا اخويا يا اخويا ماشي ما انتها انك تحط لحد يعني تقولي انسان او انا انسان بصف سيريو انسانك ده متعصب لأفكاري وماشي ماشي سوسيابلو يعني انك تخسر الانسان هذك اللي قدامك والحدود هادو ماشي من الاهلون كنت خير للميت حدود والحدود هادو ما شي جميل جدا وشيء صحي بصف وراح تكون في هالعلاقات متوازنة وانت واذاك المجموعة الناس الاخرين او انت وشخص الاخر راح تساهموا بالنفس المجهود راح تكونوا الناس وعيين اللي يهضروا وكل واحد يتفهم اقلية الانسان الاخر اما الحدود الزائدة بانشور باشي مليحة انك تغلق على نفسك مقال جوايا باش تحميروا حكزة ما من كلش سلبي راح يجيك بخفوة كي واحد يدير بزاف للميت بس كل الميت وعليش انديرهم سي برسو بخوتي جي ان من نفاي السلبيين يكمل يجيون او اللي قادرين يجيون او اللي قادرين يجيون دونك واحد هو يسي اني يحمي روحه من هذو كلفين سلبيين يقدر يراطي كامل الاشياء الايجابية اللي تقدر تدخل لحياته وانت اياه وانت اياه غالق على روحك وهنا مشكلات قدر تكون كبيرة دونك فيف توازن 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 يا أصدقاء ومن هنا كنو كملنا الجزء الاول انتعال البودكاست هو احترام النفس اللي على خمسة نيقات قاعد لنا دوك حب النفس اللي على خمسة نيقات باش هكذا نديروا العصام ديالهم على عشرة ذو نعود نفكركم احترام النفس النقطة رقم واحد انك تحترم وقتك اذا تحترم وقتك اعطي لحك نقاط والمههم النقطة رقم ثانين في احترام النفس انه يكون عندك غاية في عياتك اذا غاية ا03 إن يكون لحياتا النقطة الرغم الخمسة أن تحدد حدودك هي النقطة الرغم الخمسة وشوش حديث على خمسة ومخلي لكم هديك البوكس اللي ملتحت وشبونس رح نقسمهم على زوج ندير بارت وان و بارت وو بسكو هكدر بودكاست يجيب زف طويل يعني بارت وان هي الاحترام النفس بارت وو هي حب النفس وثاني تكاينو هاد المعقول يقول لازم تحترم نفسك باش يحترموك الناس أنا شحر ما نحب هاد المعقولة سبوسا مهدرتش كامل عليها وعلى بالي اي واحد شافت سيجيه رح تجيه في باله تع احترم مروحك باش يحترموك الناس أنا أقول لا لا لازم تحترم مروحك تحترم مروحك انت اوتوماتيك ما رح تقول لي تحترم الناس وهذا هو المهم انك تحترم مروحك رح تعرف باللي انه تحترم الناس حاجة من احترامك لروحك أبخي وشي جيون بعد هذه الحاجة ميهمناش ستكونوا سمتحتوا بهذا البودكاست بهذا الحلقة تعلب بودكاست نحن نرقد ودو أسباح إن شاء الله نتبكري مشي غدوا يعني هكذا شوي هكذا نتبكي لكم بارتو في حب النفس وهدي هي هدي هي سما في بليزيغ يعني نهضر معكم ممسي انتو مع مارك مش تهضروركم تسمعوا برك سافيتو شغ بليزيغ وحدي يهضر وزغتو بالدرجة هكذا جغ لي بودكاستي جو طوال باللغة العربية يجب أن تكتب سكريب ويجب أن تقرأ بالدرجة لديك أكثر على فليكسبيلتات تقدر 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 الأفكار المهم ما تنسوش تخليوا الضغطة ديالكم على خمسة نعول عليكم وكي موقت لكم اللي يحب البدية يفتع وش لازم نديرو كل يوم يكون تكتيني في انستغرام يبعتلي بروغرام بركانان فما روحين يبعته ولو سيديو ان شاء الله في الجزء الثاني من البودكاست في حب النفس كانت معكم آريج اللي محبتش تضرحوا وتكمل البودكاست حالتلي الهضراء حالتلي قصروا معلي يا دوكا خلاص آريج ملكتيها بسف بقاو على خير سيديو ان شاء الله في في البروشان ابيزود ان شاء الله الحلقة القديمة من البودكاست وما تنساش ديرولي خمسة نجون نام اذا عجبكم شوية شوية ديرولي خمسة نجون آيا تشاو